مراكز التخسيم مراكز التخسيم في 58 ولاية في 58 ولاية وبالتالي نستطيع عوان الرقابة أكيد مع قوة الأمن بمختلف تشكيلات ضرب أو شرطة أننا نتدخل في هذه المراكز سندفع الجميع بدون استثناء على أنهم يقومون ببداية ضخ ما هو مخزن في هذه المراكز نحو الأسواق بالنسبة للخوضة للفواكين نترقب ببش في شهر رمضان يتم تسويق 1.6 مليون طن كل المواد الأخرى من باقوليات من حبوب من قمح إلى آخره متوفرة بكمية هائلة هذه السنة ممنوع كل أسواق الجملة كل أسواق التنزئة أن تأخذ أرطة الأسبوع حتى بعد نهاية شهر إن شاء الله رمضان موسيقى نبدأ بالشطة الأول لحم الحضرة فيه الآن كمية العادية على المنتوج المحلي بالإضافة إلى البرنامج الذي قامت به وزارة الفلحة بعدما تم منع استيراد اللحم المجمدة أو اللحم المبرزة فيه الآن استيراد الماشية الحية يعني إما للذبح أو ما يسمى بالتسمين ثم الذبح وبالتالي وزارة الفلحة منحت مئات الرخص من أجل استيراد هذه الحيوانات وأعتقد أن فقط لشهر رمضان مخصص ما يقارب ألف رأس غالم تم راست وأدراب لأول مرة سنصعد الحم من هذه المناطق إلى الشمال بالإضافة إلى التعليم التي أعطيت لنا من طير السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير باستيراد كمية على شكل استثنائي لشهر رمضان ما يسمى باللحم المبردة بالنسبة لللحم البيضاء كلكم تعرفوا وشهدتم بأنها ارتفع بشكل رهيب ولكن أنا أتمنكم أن وزارة الأولى إن شاء الله اليوم في مجلس الحكومة تم تمرير مشروع يعني إعفاء هذه النخها الأعلاف من الرسم على القيمة المضافة إن شاء الله سيبدأ تطبيقها في أقرب بقت ممكن لنابل الآن تتابع الوزارة الفلاحة ستجمد تقريبا عشر ألاف طن من هذا الدجاج الذي تبيعه إن شاء الله مباشرة كدجاج مجمد ابتداء من واحد من شهر مضاف قدرات إنتاجية كبيرة استهلاكنا الزيت الشهري وما يقرب ثانية أربعين ألف طن في الشهر ما تم إنتاجه فقط على سبيل متر للحصر في شهر جنفي يفوق 51 ألف طن يعني أكثر بثلاثة طن إضافة وما تم إنتاجه في شهر فبري حوالي ثلاثة وخمسين ألف طن يعني ما يفوق خمسة ألف طن إضافية وبالتالي الكميات المنتجة والكميات المعروضة تفوق بكثير استهلاكنا وبالتالي هذه الكميات الهائلة تكذب تكذيب قاطع بأن فيه مشكل نذرة في السوق ما وقع مع الأسف الشديد هذه الأيدي غير نظيفة استعملت الوسائط الاجتماعية واستعملت مع الأسف الشديد نقولها بعض القنوات الخاصة في ترويج إلى نذرة هذه المادة في الميدان مما خلق معروف عند الشعب الجزائري ردة فعله كانت عندها ردة فعله سلبية وغير سلوكاته الاستهلاكية سيبدأ تطبيقهم لأول مرة في الجزائر ستبدأ أسبوع قبل شهر رمضان وكل شهر رمضان ويومين العيد سنمكن التجار باش يعيشوا يبيعوا في خمس أسابيع في عملية الصد لماذا مطلوب من تاجري الذي يطالب نحن إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سنعلن رسميا على فتح هذا المجال للجميع بدون استثناء لكل المواد سواء كانت الاستهلاكية الألبسة الأحذية الكارو منزلي الأدوات يعني نقولها بالدرجة بشفى مع المواطن وماءة الطباسة الإلكتروميناج كل 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 سيسمح له بعمل تخفيض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر